واشار رئيس مجلس الوزراء الى ان احد اهم اهداف مبادرة حياة كريمة هو توفير فرص العمل للشباب واوضح ان حجما كبيرا من المواد الخام والمعدات بالمشروعات التنموية مصنعة محليا لافتا الى ان 75% من مستلزمات مشروعات الكهرباء تنتج محليا احنا طبعا حجم كبير جدا النهاردة بقت من المواد الخام والمعدات مصدعة محلية وده شيء مهم جدا يعني يمكن كل اللي حضركم شفتوه ده مصنع محلي انا بتكلم هنا على مواد الخام والانشاءات والتشطيبات وكل الكلام ده لكن مازال طبعا عندنا تحديات في بعض المعدات اللي يمكن احنا كمصر النهاردة فيه خطة وبتتنفذ على الارض لتوطنها على سبيل المثال الطلمباط الخاصة بمحطات المياه ومحطات الرفع النهاردة عشان نبقى عارفين 75% من كل مشروعات الكهرباء بقت بتنتج محليا احنا وصلنا نسبة اكتفاء ذاتي في كل مواد الخام ومستلزمات قطاع الكهرباء الى اكتر من 75% فالمشروعات دي بتساعدنا فعلا وبتشجع على ان يبقى فيه توطين لهذه الصناعة اشتركوا في القناة